اشتركوا في القناة مع اللغة العربية شوفوا مع هذا النموذج الأول في اليوم التاسع عشر من شهر ماي أحيى الطالب الجزائريون يوم الطالب وقد جار الاحتفال في جو مفحم بالحماس وبرهنت التظاهرات عن عمق فهم الشباب لهذه الذكرى الخالدة التي تسجل بحروف من نور بطولات الطالب الجزائريين وتضحياتهم أولئك الشباب الذين لبوا يوم التاسع عشر من ماي سنة 1956 نداء الكفاح فتركوا مقاعد الدراسة والتحقوا بصفوف جبهة التحرير الوطني وهكذا دفع الطالب الجزائريون ضريبة الدم أثناء حرب التحرير وإن هذه الذكرى تعود كل عام لتجد الطالبة والشبابين الجزائريين في قلب معركة البناء ليدفعوا ضريبة العرق من أجل تحديد التقدم والإزدهار متى يحتفل الشعب الجزائري بيوم الطالب؟ ماذا حدث في هذا اليوم؟ ما الضريبة التي يدفعها الشباب اليوم؟ طيب استخرج من النص أسلوب تعليل تعليل ما نوع أسلوب النص؟ الأسلوب في النص ما نوعه؟ اعرب ما تحته خط في النص عندنا وقد جارع عربه كلمة جارع تسجل بحروف بحروف زوج كلمتنا عربه حدد عناصر هذه الجملة الفعلية دفع الطالبة ضريبة الدم ماي العناصر في هذا الجملة؟ استخرج من النص اسم إشارة استخرج من النص كلمة حذفت منها الألف وبين موضع الحذف لماذا حذفت الألف؟ الوضعية أكتب قصة أقل لك أكتب قصة تتخيل فيها نفسك بطلا من أبطال الثورة قمت بعملية فدائية من أجل استقلال وطنك موظفا جملة اسمية مسبوقة بناسخ جملة اسمية مسبوقة بناسخ بناسخ وأسلوب استفهام وأسلوب استفهام طيب نمروا للحل مباشرة شوفوا الحل شوفوا الحل هذا النموذج الأول الحل الحل تعلن نموذج الأول طيب يحتفل الشعب الجزائري بيوم الطالب في تاسع عشر من شهر ماي من كل سنة كل سنة 19 مايو وعد الطالب طيب سؤال الثاني في مثل هذا اليوم ترك الطالبة مقاعد الدراسة والتحقوا بصفوف جبة التحرير الوطني الضريبة التي يدفعها شباب اليوم هي ضريبة العرق أو العرق من أجل تحقيق الإزدهار والتطور العرق والتباعية للوطن أصل الوطن طيب أتذوق نصي أسلوب تعليل ليدفعوا ضريبة العرق لا ماذي لم التعليل إذن ليدفعوا هذا أسلوب تعليل ليدفعوا ضريبة العرق نوع أسلوب النص آدابي النص اللي قلناه نص آدابي الاحتفال أو الاحتفال فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة لآخره ب حرف جر حروفي اسم جرور بالباء علامة جره الكسر الظاهرة لآخره عناصر الجملة اللي أعطوه لنا دافع فعل ماضي الطالبة فاعل ضريبة مفعول به الدم دومي أو الدمي مضاف إليه استخراج اسم إشارة أولئك كلمة حذفة منها ألف يا هذه هذه الألف ما نكتبهاش ما وضع على الحظ حذفة ألف منها التنبيه ها أن تنبيه طيب وضعي الإدماجية في أحد أيام الثورة المباركة وبينما أنا ذاهب كعادة إلى المدرسة التقيت بأحد الفدائيين وكان يحمل معاه قفة وبمجرد أن رآني استوقفني وقال لي بلهجة تفيذ قلقا هل يمكنني أن أعتمد عليك فقلت له وما الذي يمكنني أن أفعاله من أجلك صمت قليلا ثم قال أنا أحمل معي قنبلة وأريد أن أضعى في أحد مراكز العدو ولكن كما ترى يا ولدي فالطريق محفوف بالمظليين وقد يكتشف أمري ولا أنجح في تنفيذ ما عزمت عليه فقلت له ودون أن أعرف ما يريده مني أنا مستعد وتستطيع الاعتماد عليه تهلل وجهه فرحا وابتهاجا ونزع من يد المحفظة ووضع بداخلها القنبلة ثم أمرني بمواصلة طريقي مضيت بكل عزم وشجاعة ولم أشعر أبدا بالخوف لقد خلت نفسي في تلك اللحظة أسدا هاصورا وكنت طيلة الطريق أدعو ربي سرا أن يوفقني وما هي سوى لحظات حتى كنت أمام نقطة التفتيش وإذا بالجندي يسألني بلهجة قاسية وأنت إلى أين فقلت له بلغة تفيض برودة إلى المدرسة فأمرني بمواصلة طريقي وهكذا مررت بسلام وبعد زمن يسير لحق بي الفدائي فسلمت له الأمانة ثم سرت والرصيف متجها إلى المدرسة وقبل وصولي سمعت دويا مفزعا عقبته طلقات رشاش ممزوجة بأصوات سيارات الشرطة جملة اسمية مسبوقة بنسخ كان يحمل معها قنبلة أسلوب استفهام هل يمكنني أن أعتمد عليك طيب شوفوا النموذج آخر ولا النموذج الثاني شوفوا النموذج الثاني النموذج الثاني أو النموذج الثاني رغمنا نموذج الثاني رغمنا نقرأ والنص ولا السند لكي يتجه إلى تيغزرين تيغزرين اتبع اتبع ممرا ملتويا وعرا وكان يغوص في أعماق الوادي غوصا وقد استطاع من أعلى القرية أن يتأمل جزءا كبيرا من بلاد القبائل إعجابا بجمالها الفتان فإلى شمال هناك جبل آية جنات الذي ينتصب كأنه حاجز قاهر أمام البحر الأبيض المتوسط وفي الجنوب هناك جبل الجرجرة بصخوره العاتية التي يظهر كأنه يخفي عن الأعين عالما خياليا شديد الاختلاف عن عالمنا إنه تمثال فارغ أجوث في بياض الرماد الباهد وكانت دعائمه وقممه تجلب الغيوم غير أنه في هذا الشهر شهر أفريل ذي السماء الزرقاء لا تزال قممه يكسوها ثلج لامع إنه يقدم كل يوم إلى سكانه مشهدا كاملا عظما شديد القوة فائق الجمال أما القرى الصغيرة التي تغوص في الأرض عند سفحه أو التي تنتثر على قمم المرتفعات المتواضعة فكأنها جماعة واجفة تركع أمام إله جبار الأسئلة هات الفكرة العامة للنص استخرج من النص عبارتين من عبارات الوصف إشرح ما يلي واجفة فارغ الغيوم ما نمط النص؟ ما هو النمط الموجود في النص؟ أذكر ما يدل على ذلك شوى الدليل على النمط استخرج من النص تشبيه استخرج من النص تشبيه اعرب ما تحته خط في النص اتبع ممرا ممرا أعماقي في أعماقي بزوش كلمات فقط طيب ابن الفعل المجهول وغير ما يجب تغييره في الجملة اتبع الرجل الممر استخرج من النص مفعول مطلق استخرج من النص مفعول مطلق الوضعية صف مكانا طابعيا أعجبك في فصل من فصول السنة في فقرة لا تقل عن عشرة أسطر موظف مفعول مطلق والتشبيه طيب انمروا للحل تعال نموذج الثاني الفكرة العامة للنص تجول الكاتب في قرية تيغزرين والتمتع بمناظرها الجميلة عبارتان من عبارة الوصف من النص جبل جرجرة بسخوره العاتية كأنها جماعة واجفة تركع أمام إله جبار واجفة خائفة فارغ أو فارع بمعنى عال ممكن الغيوم هي السحب السحب أتذوق النص نمط النص هو نمط وصفي لأنه يحرى يحكينا على الثورة يصف لنا الدليل كثرة النعوط الأوصاف وكثرة الصور البيانية التشبيه كأنها جماعة واجفة تركع أمام إله جبار كحرف تشبيه الإعراب ممرا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة في أعماقه اسم جرور بيفي وعلامة جره الكسرة بناء الفعل المجهول اتبع الرجل الممر واللي اتبع ولا اتبع الممر مفعول مطلق غوصا غاصة غوصا الوضعية وصف مشهد ولا منظر طبيعي ما أجبل الطبيعة في فصل الرابيع تخالها عروسا ترتدي أفضل ما لديها من ملابس وأحلى ما تملك من حلي كل شيء في طبيعة مبتسم الأرض تفتخر بردائها الأخضر وقد تخللته الظهور من مختلف الألوان فتبدو كأنها زربية مزركشة والعصافير تغرد فرحة بقدوم الرابيع وتنعم بدفء الشمس بعد أن عانت من برودة الشتاء معاناة قاسية وأغصان الأشجار تتميل كأنها ترقص على نغمات النسيم العليل إنه حقا عيد بهيج فيه يتسنى للناس الخروج للتجول في الغابات والتمتع بالطبيعة الفاتنة والترويح عن النفس التي حرمت متعة التنزه طيلة فصل الشتاء فتجدهم على ضفاف الأنهار متخذين الأعشاب فراشا وهو يتأملون الفراشات ويتنتقل بين الظهور لأخذ الرحيق والعودة إلى بيوتها مفعول مطلق معاناة عانت معاناة تشبيه تخالها عروسا ترتدي أفضل ما لديها من منامس في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر